وإلى ملف آخر حيث طالب بيان حقوقي صادر عن الاتلاف اليمني للنساء المستقلات بالاشتراك مع 90 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية طالب الجمعية العامة للؤمن والتحدة بتصنيف ميليشيا الحوث الانقلابية كجماعة إرهابية وأكد البيان أن تجاوب المجتمع الدولي بسرعة وضع الحوثية على قوائم الإرهاب ومحاكمة قياداته أو محاكمة قياداته سيسهم في إنجاح سياسة الضغط القصوى على الجماعة أضاف أن المنظمات التتابع بقلق جرائم الحوثي ضد الأعيان البدنية والمنشآت الحيوية في اليمن والسعودية والإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيرات دون أي تحرك من المجتمع الدولي أشر البيان إلى أن الميليشيات الحوثية تسببت في تفاقم الأوضاع الإنسانية بدءا من زيادة عدد النازحين للآلاف بالإضافة إلى ضحايا للغام التي بلغت خلال شهر يناير فقط ثلاثة وسبعين مدنيا ما بين قتيل وجريح أكد البيان أن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من خمسة وثلاثين ألف طفل منذ 2014 استخدمت المدارس والمساجد والمخيمات الصيفية في غسل أدمغة ما لا يقل عن ستين ألف طفل كما أن الميليشيات حولت المطارات إلى ثكنات عسكرية والموانئ إلى مراكز انطلاق لعمليات تستهدف أمنة وسلامة الملاحة الدولية إلى ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابة للتهديدات الحوثية وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء وكان التحالف أعلن الخميس سقوط 12 إصابة مدنية طفيفة في مطار أبهى نتيجة شضايا مسيرة حوثية تم إسقاطها مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات عمليتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين من جانبه قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إن ميليشيا الحوثي تلجأ عند هزيمتها مدنيا لاستهداف المدنيين باليمن والجوار